السلام عليكم يا مبدعات كيفكم؟ بيتمنى انكم تكونوا بخير وسلام يا رب اليوم راح تشوفوا معي طريقة تفصيل هذا التوب الخاص بالصلاة بطريقة جد سهلة وبسيطة كالعادة بيتمنى انكم تطبقوا الطريقة لان كل امرأة لازم تتوفر على توب صلاة مريح مشان ترتاح وتتأنى بصلاتها ولهذا الغرض راح نحتاج لمقص ولشريط قياس ولثوب وهذا التوب لازم يكون مريح ورطب ورح نحتاج جمال لشريط مطاطي قبل ما نبلش بتفصيل التوب راح تشوفوا معي الطريقة بهاي الورقة وعندي 3 متر بالعرض وعندي 1.5 متر بالطول رغم ان القياسات انا بشوفها يعني مو مهمة ليش؟ لانها بتختلف من شخص لاخر المهم هون انكم تركزوا على الطريقة عندي هون 2 متر هذا الجزء خاص بتغطية الجسم او الجسد راح تشوفوا معي المثال بهاي الدمية بس لا تضحكوا لاني مو كتير شاطرة بالرسم ورح يضل عنا هذا الجزء متبقي يعني غير مغطى من هاي النقطة لهاي النقطة ورح نفصل هذا الجزء بالجزء المتبقي عندنا من التوب يعني هاي الورقة يعني متر من التوب وكمان رح نفصل بهذا الجزء المتبقي الجزء الخاص بتغطية الرأس بتمنى انكم جربوا تبقوا هاي الطريقة مو ضرور يعني تكون عندكم مكنة خياطة جربوا يعني فصلوه انتو لحالكم وخيطوا بس بابرة وخيط يعني رح يزبط معكم ان شاء الله خيطوا بابرة وخيط وهون رح بلش بتفصيل التوب هون طبقته على اتنين واخدت متر من التوب يعني مترين وهون طبقته على اربع مشان يسهل علي تقطيعه وهلأ رح ناخد او رح نفصل الجزء الخاص بالايدين عندي بدورة الايد اتنين وعشرين سنتيمتر وبالطول عندي تمانية وعشرين سنتيمتر وهون طبقت التوب على اتنين وهلأ رح نفصل الجزء الخاص بتغطية الرأس وكمان نفس الشي طبقت هذا التوب على اتنين عندي هون ستة وعشرين مضروبة في اتنين لاني مثل ما قلتلكم اني طبقت التوب وهون عندي خمسة وخمسين وهون بدي خيط الكتفين اول شي رح نخيط الكتفين طبقت التوب على اتنين وكمان الجزء الخاص بتغطية الرأس مشان نشوف الجزء المتبقي هذا الجزء مشان خيطه متل ما بتشوفوا معي خليت هون واحد سنتيمتر تقريبا مشان الخياطة تقريبا وهون رح نخيط الجزء الخاص بتغطية الرأس حفوا على التكرار الكتير بس بدي يعني تفهموا وهون رح اخيط الجزء العلوي من الثوب الخاص بتغطية الرأس بهذا الشكل لاني بعدين رح ادخل فيه الشريط المطاطي وهون رح طبق ورح خيط عفوا الجزءين رح اجمع الجزء الخاص بتغطية الجسد والجزء الخاص بتغطية الرأس وحصلت على هذا الشكل وهلأ رح خيط اليدين وهون رح حط ورح دخل الشريط المطاطي بالجزء الخاص بتغطية الرأس وكمان باطراف اليدين اما بالنسبة لهاي الخيوط فهي اختيارية مشان يعني يكون الشكل مرتب يعني شكل الحجاب لان هذا الجزء الخاص بتغطية الرأس مرتب وحلو بس انا بالطول ما اكتفيت بس بمتر فاصلة خمسة بفاصلة خمسة ايه متر ونصف انا اضفت جزء من التوب مشان يعني غطي جري او الرجلين لانه متل ما بتعرفوه ما بيجوز انه المرأة يعني يبينوا رجليها اثناء الصلاة بتمنى يعجبكم الفيديو وبقلكم مع السلامة بحبكم كتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة